مصر الخير إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم تتلمذ في الشوارع وأسواق الفاكهة وفي خضم الحرب اللبنانية كانت هذه المدرسة المدرسة الموصوفة بالفوضى والمحفورة بالمخاطر مع كل هذا حافظ القيم الأخلاقية التي رسمها لشخصه واستثمرها في أعماله الغير اعتيادية بين قوسين خوضه علم الأعمال تحت القنابل والقذائف وفي ظل المدافع والراجمات علمه عدم الخوف من حالات الجدل وساعدته على غزو الأسواق الحديثة في الكوكاز، آسيا الوسطى والشرق الأوسط رائد في إدخال منتوجات أمريكا الجنوبية كالموز الإكوادوري واللحوم البرازيلية إلى عدة دول مع قدم في الصحراء وقدم في الغرب تميز كرجل حوار وتواصل وثقافات وسطع كجسر بين القلوب طموحاته مجنونة وأحلامه ساحرة يتمتع بكاريزما حتى ولو كان يرتدي الجينز الليفايس 5.1 مستعجل دائما يسارع الوقت يعانق الابتسامة يسعى إلى التمايز والامتياز حركته أكيدا يتكلم بسرعة قياسية وفي رأسه ألف سؤال وأتمنى جواب فادي نحاس مساء الخير وأهلا وسألا فيك أكيدا عم تحكي عني؟ عن فادي نحاس أحسن من أمي حكي أنت رجل أحلام رجل مشاريع وطموحات ورجل أفكار لا تنضب لا تخف لا تضمحل ولا تتقلص لأن الليلة أحار من أين أبدأ وإلى أين سأصل خيف أن أفكارك تخذني إلى محلية تبعيدة وماقدر أرجع لهون بقى أتمنى أن نبقى هون الليلة راح نجرب راح نجرب نظرنا هون بالبداية إلي أنت مين؟ هذا أصعب سؤال أوكي اسمي فادي نحاس من أهلي كيف تعرف عن نفسك أنت؟ كشخص كإنسان هيدا أصعب سؤال إجمالا بحب غيري كمقمر بأنه مش ما نعلق بالأنا هيدا أكره شغلي فبحب عرف عن حالي بحب خلي غيري يعرف عني هي أهيان شغلي فأهم شي بحب الحياة بعيش كأنه راح موت بكرة وبشتغل كأنه عايش للأبد ما عندي وقت عادي حدا ولا بق عندي وقت صاحب حدا لأنه إذا بدي أصحابي من قيام صغر إذا اليوم بدي صاحب واحد تكنيك ما بدي ربي ما عندي وقت صاحب حدا إذا بدي عادي حدا اليوم تأكسب عليه بدي كذا سنة فكمان ما بق عندي وقت فأنا اليوم مش بس ببعد عن عدوي حتى بسامحه ما بق عندي وقت وأحسن شريك لأقلي هو موسيوم نسة دايما بقللون ما عرفتنا علي قلتلون هايدي الزاكرة لأنه كل شي عاطي البنسة وكل شي ميح ضلي متذكره لآخر حياتي فهيدي موسيقى فهيدي أنت رجل أعمال ورجل حوار أنت حاضر وغائب أنت عربي وغربي يعني جامع تناقضات عديدة كيف بتعيش هذه التناقضات؟ هايدي هايدي الأحداث الأحداث عطيتنا بالإنجليز سمو Added Value فهيدي قيمة إضافية مضافة نعم فهيدي بتقلي شو واحد شو الغنى؟ هيدا الغنى إنه تقدير تحكي وتقرأ الأشخاص أيام دون ما تكون تقرأ لغتهم أو تحكي لغتهم وهيدي صفة باللبناني هاللي اليوم هالأيام هاللي شايفينا صودة قدامنا أكبر هدية إجت لللبناني اليوم هايدي اليوم لأنه في كون صانع الجسور جسور القلوب هاللي للأسف اليوم القلوب كتير بعيدة عن بعضها الحضارات بعيدة عن بعضها والديانات بعيدة عن بعضها هايدي وظيفة اللبناني يعني الله هدينا دون ما نريد هالأحداث تا لبناني اللي كان منتسى اليوم صرنا هال شو سميته الفالوراجوتين؟ قيمة مضافة قيمة مضافة وهالقيمة المضافة أكيد لحياتنا من هلأ لمئة سنة لقدام يعني كل يوم الفرصة راح تدق بابنا بالقطاع الخاص العام السياسي راح تدق بابنا حتى إذا مسألنا عننا التانية راح ترجع الدق التالية علينا نحنا نعرف نستغلة كاللبنانية بالزماء ما كنا شاطرين نستغلة إن شاء الله هالأيام نكون أشتر من قابل بهالهم في شاء اللي بين قوسين أنت ذكرت أو جيت على ذكرى قلت القلوب بيدي عن بعض أنا برأي في ناس ما عندهم نقلب حتى يعني في قلوب جافة إلى درجة أنه من الصعب أن أتعبر عن مشاعر أن أتعبر عن مكنونات أن تحس بالأشياء اللي عم تصير حولها تحس بموقف معين تحس بحادثة معينة وفي كتين ناس للأسف عتم على قلبه أو قلبه هو عتم منه لحاله من كتب ما في عندهم جفة ما في عندهم مشاعر فيه بغض وفيه ضغينة اللي عتم على قلبه هايين هيدا بضوه بلما بيتضوه هايين هيداك التاني فيه قدم استقالته أو فيه عندنا المشنقة بسيحة الشهداء ياخدوا تيكت ويقفوا بالدور هيدا كلام جميل لكنه تنظير حالفادي كونك غير أحتيادية وحتى بأجوبتك هم حس فيه شق غير اعتيادة وغير مألوف أنا أحببت أني استقي بعض الأراء من أشخاص عرفوك البعض عرفك عن كثب البعض الأخر تعرف عليك من خلال هروف معينة مثل ما قلت قبل شوي أنك ما تحب تحكي عن نفسك أنه منها صعب أنك تقدم حالك حبيت أنا أن يكون في بطاقة تعريف من بعد هؤلاء الأشخاص من شوف سوا هيد الرابورتاج معرفتي بفادي منا كثير طويلة ولكن هناك أشخاص يقال أنه ربا أخ لك لم تلده أمك وفادي كمان من الأشخاص اللي هيك شعرت من لما تعرفت عليه معرفتي فيه من عمر الماراثن هناك أشخاص اللي بكون وظيفتهم صفراء وفادي نحاس هو بعتبره كسفير ولكن بدون حقيبة هموا الانتماء للبنان وأنه يرفع اسم لبنان برا يعمل بشكل متواصل يعني على إظهار حقيقة ووجه لبنان الحضاري ففيه هيك أحداث معينة بتلفت له انتباهه لفادي وكان الماراثن من الأحداث اللي خلته لفادي يرفع السماعة ويتصل بالأشخاص المعنيين وراء البيروت ماراثن وكان عنده الاندفاع والغيرة على حدث اللي شعر انه من خلاله رح بكون فيه إظهار الوجه الحقيقي للبنان فادي نحاس وزير خارجية فادي نحاس وزير اقتصاد وزير عمل وزير سياحة للبنان كل يوم وينما كان بالعالم بيعمل هالجوب هيدا يعني وين فيه يحكي عن بلده يشجع الناس تجي تشوف بلده وين فيه ساعد إنسان لبناني موجود وينما كان بالعالم بلا ما يعرف هالزلمة هيدا بيكون فادي نحاس راح ساعده رتب له أموره وينسحب بلما حتى هالزلمة هيدا يعرف إنه فادي عمل هاي الشغلة هاي الشغلة هاي الشغلة بتأسي كتير ومن هيك بيفعل الواحد لما يحكي عن صديق مثل فادي أنا بعتبر فادي نحاس من الناس المولعين بلبنان الناس يلي ما في حدود للمحبة يلي بيعطوها لهالبلد وهي الشي أنا بفتخر فيه لأنه الناس اللي مثل فادي هني أست لهالبلد وإن شاء الله بيكون عندنا ناس أكتر بكتير مثل فادي اللي بدهم يعطوا هالبلد حقه فادي نحاس شفنا سوا البعض من الأشخاص اللي بيعرفوك اللي عرفوك من زمن وفيه ناس عرفوك مؤخراً أو حديثاً بحب أعرف معايير الصداقة أو مقاييس الصداقة بحياتك كيف بتعبر عنها مثل الشي أنا بيشتغل بحياتك ما بشتغل بشتغل حدثك نعم حتى بالشغل كل العالم تاخد هاللي بيسموه بالانجليزي الفيزيبيلتي ستادي أنا بحب بيطلع بالعيون الفيزيبيلتي ستادي فبشتغل وبالصداقة إذا صديق تسعة وتسعين بالمئة واحد بالمئة نتر بيعتبره عدوة في يا صديق يا لأ بس كمان كلمة صديق هايدي صايرة مثل البندا نادرة بس إذا عندك واحد بيسوى مليون مش عم ما نسميهم بس قلتها بشوي أنه كلمة عداوي كلمة كيرة كبيرة وما عندك وقت أنك تعدي شخص أو تعدي حدا عداوي اتفادي نحاس قراءة الأشخاص يعني شغل منع سهل زي ما بنقول أنه النظرة الأولى مهمة صحيح لكن ما لا مرة ما قدر نقرأ الشخص الآخر من أول مرة بطريقة كتير عميئة وبطريقة تكون صادقة وطريقة صحيحة هل هالشي حصل معك؟ هلشي ما رحكمت على حدا من برا من أول مرة من أول لقاء منظرتك لأله وكانت قراءتك بعيدة تماماً كل البعد عن حقيقة وعن جوهر الحقيقة بحياتك الخاصة بالشغل بأول لقاء أنا رأيي أول ثلاث دقايق هين تسعين بالمئة من النظرة الصائبة اللي بدك تتجوزها يا أول ثلاث دقايق بتحس في شي أو بعدين لو شو ما عملت ما في شي بيجي اللي بدك تشتغل معه يا بتحس بالأول أنه ماشي أو بتبلش تفوت بالمحامية والكونتراتات معناتها ولد ميت الاتفاق فتسعين بالمئة من الرأي بتاخدوا بتاخدوا أول ثلاث دقايق في البوزيتيف فيبريشنز يا بيمرؤوا يا ما بحياتهم بيمرؤوا هلأ بتغلط أكيد بتغلط بشو مقتون غلط بيكون هالتفصيل بها العشرة بالمئة اللي بوقتها ما انتبهت له ما انتبهت له وصدقني بعد كذا سنة بيطلع هيدا السبب لكسر علاقة أو أو بس أنا بشتغل على حاسة الشم هذه الكيمياء أو هذه التموجات الإيجابية اللي حكيت عنا يعني بوزيتيف فيبريشنز هو فن إذا فينا نقول فن شارعي هذه الذهنية بعيدة كل البعاد عن العقلية أو المفهوم التقليدي للأعمال وأنت رجل أعمال يعني توسعت وكبرت واتطورت كيف قدرت وفقت بين هذه النظرة الشارعية وهذا المفهوم النظري الواقعي يلي أغلبية رجال أعمال بالعالم بيعتمدوا عليه أنا بقسم عالم الأشغال اثنين عندك الأشغال البزنس وعندك الرومانسية بالأعمال بزنس بدك تعمل صفقة بدك تعمل شراكة تعملها على الانترنت بتجاوبوا بيجاوبك بتسألوا بيجاوبك بتتفقوا مش الحال حولنا حول وفي عندك الرومانسية بالبزنس هل هي ذات العملية بس بيقلك لقى تقول له لحظة تبخيل لقيني ويك أند بتعمل سكين بتحط قنين تنبيت بتحط شي بيحبه شي انت بتحبه بتجاري بتقنع هو يقنعك آخر شي بتوصل على ذات النتيجة بتطلع آخر شي الرومانسية بالبزنس أقوى وبتبني علاقة معه لأنه أنا من المؤمنين إنه بتعطي شي معمر خالص لتنين عم بيفكروا كارتيزيان بس الكيمستري منا مرأة بيهدمه أعطيه سفر لتنين الكيمستري مرأة بعمره وآخر شي أشغال اتفاقة السلام سياسي تسعين بالمئة بفتكر منها هي علاقات الشخصية والرومانسية بالبزنس يعني انت عمت جدا أكبر اتفاقات مثلا تايم ورنر بحيطهم كانوا ضمن صالة اجتماعات اتفاقات سياسية طول عمره بغولف كورت أو بريزورت أكبر التجمعات رجال الأعمال السويسيين دافوس منا بغرفة بسانترسكي بسويسرا فدايما اتفاقات سياسية بتلاقي حول مائدة ويك أنت ببيت فلان فأنا من من المؤمنين بالرومانسية بالبزنس والرومانسية بالسياسة والديبلوماسية بالرومانس لكن دائما هذه المواد اللي انت عم تحكي عنها هي ثمرت مفاوضات وقرارات واجتماعات عديدة وسنواتي من الجهد والتعب حتى يوصلوها بالأخير انت جملت الأشياء هوني نعم وقدمتها بطريقة كتير جميلة يعني رومانسية بالأعمال حيث الأعمال فيها ضراوة ووحشية ومنافسة وتنافس وتناحر بغلب الأوقات فادي انت توصر انه تكون في قلب الحدث مهما كان هذا الحدث يعني بهمك تكون دائما خلف ستارة طبعا بحدث ثقافي حدث فني حدث رياضي حدث إنساني الإنساني كتير مهم بالنسبة لألك تحسسني غلط هلا صدت انت حاس حالك شي غلط؟ لا هلا بالبداية البداية كنت شوية بتخوف كنت من ديق شوية كنت عم تصبب عرق هلا ارتحت شوية فادي نحاس راح نتوقف مع الأعلان بنرجع منتابع حوارنا وحديثنا أصدقائي المشاهدين الليلة عم نحور فادي نحاس رجل أعمال من أصل لبناني يعيش في الطائرة في العالم ما راح نقول وين تحديدا لأنه كل يوم بملد معين منتابع حوارنا ومتطلق لمواضيع إنسانية وعملية واقتصادية بعد هذه الاستراحة خليكم معنا أعود إلى ورقة الوجوه مع ضيفنا الليلة فادي نحاس فادي بنات نجاحك من خلال تجارة الموز والنجاح كان نجاح ساحق وكبير وسريع السؤال بديهة وعادة وتقليدي من وين طلقت كيف توسعت كيف اكبرت كيف اتطورت لبنانة من بيروت سيئبة سنين الشغل وسنين مشبور كان تحت الأنابل كنت أهرب وين ما في أنابل ما شاركت بالحرب كنت بالعكس عم فتي شوين في محل ما في أمبلي نقدر نستغله فهيدي من الجنوب وصولا إلى ترابلوس إلى بيروت إلى البقاع فا من هون كان في سوق تركيا فيها بوقتها سبعين مليون مسكر حاطي تعيني علي مسكر كان الاقتصاد مسكر كمبيتلي أنا وباللبنان كيف بلشت بالموز كان بالأول بلشت بالنقل البحري وكان بوقتها بلشت أنا شغل كتير زيرة يعني أشتغل مع المدرسة سواء مع الجامعة وفي شخص هون عطف علي وكان انتبعني شوي ومن وقت من النقل البحري صار في حركة الموز عم شوفها قدامي عم تنزل وبير عم تنزل وتطلع معها عندي علم مش هي كنت في أول يعني أول العشلينات براسل بوقتها شاركة منها شاركان تليدين شاركة اسمها تشيكيتا ورئيس مجلس إدارتها بيطلب يشوفني بوقتها بنجتمع بأسبانيا وصار فيه بيطلب يشوفني بايني وبايني كان بوقتها عمره ستين سنة وأنا بايني العشرينات وهالشخص مع أنه لبنان تحت القنابل حد ثقته فيه وعطيني أول دفشة يعني عطيني بعتلي أول شحنة بقيمة كتير مهمة دون ما ياخد أي أمضة وما معي دولار منهم فدايما ما بنسى أول يوم وفي كتير عالم بينسوا أول يوم بيتناسوا بيتناسوا معروفة هايدي بيكون واحد عم يغرق بتشيله من شعره تما يبلع مي بس بس تحطه على الشط بيقلك شدتني بشعري ووجعتني فكتير قليل ناس اللي فكتير مهم لألي أنا اللي بيتذكر أول يوم فأنا ما بنسى هالمنعطفات فمن هون ورايح سوق تركيا مسكر الاقتصاد مسكر بيجي الرئيس أزال وقتها بليبرالي بيجري بيفتح الاقتصاد بصير روحة ترقيقية وارجع عم بتابع بتصل بأشخاص هونيكة بعده السوق مسكر وأول ما فتح القانون للاستيراد أي أصناف حظ حاسة الشم أول بداعة فاتت على تركيا هي الموزة الاسم موز تشيكيتا واليوم بعده لليوم عنوان الاقتصاد الحر والتجارة الحرة بتركيا بيسموها تشيكيتا بنانا فمن وقتا بعدين إجوت السيارات المستوردة والألبسة والهيض وبعدين من تركيا تشاو تشيكو برومانيا مشي إجت المعارضة كمان كلنا أول ناس هونيك لأنو السيستام صرنا بنعفوا إجمالا أنا دايما بحب بروح وين غيري ما بروح لأنو دايما بقول على الشانس إليزيه و فيا فينتو و فيفث أفنيو ما فيش أرد بدك تطلع على سيئن اين وين في مشاكل وين العالم هرباني لازم الأشغال تروح بالاتجاه العكسي يوم اللي بتروح بمحلات خلص توزعت وراق ما فيه فاتبعنا هالسيستام بمولدافيا بأزرباجان بكازاكستان بكرغستان بكل هالمناطق اللي حسينا انو انو هيدا بترول مستقبل أسواق حديثة أسواق حديثة هاللي غنية تحت الارض بالبترول بس كتير فقيرة فوق الارض مع الفقر شو بيجيب معه من ممارسات غير تجارية بينها هلالين هاللي بتجي من الرأس الهرم لتحت ونحنا نعتبر أجانب او بهالمناطق فعلينا نعمل عن المحلي تنكون محليين أكثر من المحليين بمناطق اسمها اسيا الوسطى او الكوكاز او غير وغير هلأ بمحلات توفقنا بمحلات تكسرنا راسنا بس بلا اجمالي مأخول لكن هيدا هي سنة الحقيقة بس سؤال الحقيقة ياللي بيختار الابالي التختار دائما مثل ما قلت أماكن حيث درجة الخطورة مرتفعة مرتفعة البلدان سميتها يعني مثل أزرباجيون مثل جوجيا مثل كذا خيستان العراق العراق ما قبل بول برينر بول برينر اجه على ديس بيلان شو كانت قبل؟ كانت كمان كانت لها غير سيستان كانت بانانا ريبوبلك لأنه كانت اليوم المنطقة الكردية فيها تنسيق مع الجوفيرنومات السنترال بوقتها كانت مختلفة ليش هو مخاطر الحقيقة بهيك بلدان نعم تولد قبل قبل شوي انه تختاروا دائما بتسبحوا عكس الطيار يعني مترح من الناس بيهربوا انتو بتهجموا بس في خطورة كتير كبيرة وانتو دفعتوا ظهر من الايام ثمن هذه المخاطرة بتجورجيا في احد المعاونين يلي بيشتغلوا معك ما الحقول عندك انت بترفض هذا كلام هذا ممنوع هذا كلنا بيشتغل مع بعضنا خطف شرب العون وقدى شهرين ونص بالاختطاف بالسجن ما معروف وين وبعد تبدو انه انت عشت احلك ايام حييتك علاقاتك ساعدتك انك اخرجته من السجن مجهودك قدى نتيجة ايجابية مع هذا وكله انت استمريت بالاستثمار وبالعمل في اماكن حيث الخطر ودرجة الخطورة مختفعة وعالية جدا هذه القوة الصليبة من وين من ما انت تستمد قوتك وايمانك وروح المغامرة العنيدة الحرب اللبنانية وقت اللي عاش الحرب اللبنانية كل الباقي صار ديزنيلاند لقلو يعني يوم العاش هون مع خمسمائة منظمة وخمسمائة انبلة على راسها كل الباقي صار ديزنيلاند وثلاثة هذه عملية حسابية ما بده شجاعة الجبان بيموت كل خمس دقايه والشجاع متى متى بيموت مرة واحدة ما فيه الجبان اذا سمع ضر بتطبشك باب بيموت وبيرجع بيموت وبيرجع بيموت فاذا بتحسبهم الشجاع ماكسيموم بياخد ريس ريس اخر شي موت واحدة فحسبيا ما عندك غير امسيوم يعني باجابتك هجيت على ذكر انجريديان وهجي خليني فكر بوصفي بوصفة فادي نحاس وصفة النجاح ما هي مقادير الحظ والشخصية والالهام الشخصي بالنجاح الالهام الشخصي والفجن كتير مهمة كتير مهمة كتير مهمة يعني كتير مهم نعرف او نقدر او نحلم شو معقول نصير بعد عشر سنين طبع عرف كيف بنا ايا طريق ناخد الحظ انا رايي الحظ بيجي عند الكل بس الحظ بدك تاخد ورقة لنصيب تتربح ما فيك تنطر النتيجة وتاخد الورقة بعدين بس ما في شي اسمه بالمسابرة يومك بده يجيك بس بدك تكون حاضر كتير ايضا بده نقصمهkam نسب يعني مقادير او معايير هذه الوصفة اذا بعد晩ت انت الحظ والله هاي جاهمة نحرج test بالله المحام طبعين ما عريض نا كما قلنا انك انت حقق مجاة ساحق من خلال تجارة الموز يعني هادي كانت البدايةو حتى اليوم عم بعدك انت بتجارة الموز جمهورية الموز نا أو البنانة ريبوبلك إلى مدلول سلبي بسحر ساحر أنت قدرت أنك تحول هذا المفهوم إلى جمهورية مزدهرة متطورة متفائلة ناجحة كيف يمكن أن يؤدي هذا التطور الاقتصادي إلى التطور السياسي لإنقاذ هذه البلاد بلاد العالم الثالث إنقاذ من هذا التصنيف المخزي والمحزن قبل الشيء التصنيف يعني منا جاية من بلاش جاية إلى بعض لأنه هالبلاد الكامتادورا يعني بباناما كواتمالا كوستاريكا الإكوادور هالبلاد في منهم مونوكولتور ما عندهم غير الموز في عندهم جايبوا هلأ نيو تكنولوجيا آخر عشر سنين بس شركات الموز هي الكونتريبيوتر نمرة واحد للبلد عنده عدد الموظفين أيام أكتر من القطاع العام سكاك الترين تيلي كومينيكيشن لأنه هالجماعة يجوا بالعصر القديم ما فيش يبدون نيو تفل موز ما في طرقات بنيو ترقات ما في طريقة يتصلوا بالببورت يجي يحمل يقولوله الشحن حاضر خلقه تي ار تي تروبيكال راديو تيلي كومينيكيشن اللي بوقت معين كانت بعد اي تانتين امر اثنين تلادي معانه هي وكون هالعالم محصور بالشركات الامريكانية وهاللي هني عددهن صغار صار هالبلاد ما فيهم كيون هالشركات رهن التاكس يوعى واحد ديكتاتور يوعى الصبح ويحط تاكس عليهم بطريقة ما يقدروا يصدروا فتا يحكموا التاكس مددون يحكموا الرئيس فمشين هيك صار عندهم لفريج وعندهم وجود كون كل هالعظمة صاروا يقال مش يقال مظبوط انه اقوى من الحكومات من هالبلاد الموجود فيها مش هناك ايام وقتل بعض السياسيين انه منه هون جمهورية موز يعني منهم كتير غلطانين بهالجول بس في شغلة تانية بتفوت بهالبلاد بتلاقي على الشمال في مدارس مرتبة ومظيفة وبيوت وقزون وورد وعاليمين بدونفيل وولاد عبطرقات ونسوين حتى بتخلف وبتترك ولدة وبتضل ماشى امام عادتك بتقول لحظة يا جماعة هاي دي نفسي ليش عالشمال هيك بيقلك عاليمين هاي شركات الموز عاملين هالمشروع لجماعتهم لموزة وفي انه هون تبعين لمساعدات الدولة فكمان بتسأل انه يا هالطورة لو ما هال استعمار الموز اعتبرو كان صار فيه تطور معين باناما كانال وغيره اكتشاف البترول يعني وخاصة اليوم بالزمان كانت هيني لانه ما كان فيه جلوبال تيفي يعني كنت لبراف ده تكتب شو ما بده يروح لك مجزرة ما حدا يعرف فيها اليوم اذا الباندا غرق او صار له شيشي محل بعد ثلاث سوان بسي ان ان صرت تعرف فهالجلوبال ميديا بتخفف من هالتجاوزات فصارت التجاوزات مغيرة ستايل يعني فهدي نحاس بعلم العربة منطلق دايما من مفهوم العمل العائلي العمل عند من الصعب انه نكبر نتطور ونصير قادة او ليدرز فيما يخصك ترفض دايما مقولة العمل عنده دايما بتحبذ قول الزملاء او الناسة اللي بيشتغلوا معي هذا المفهوم من وين اكتسبته انه هيدا المفهوم القديم انه واحد بيأسس شركة ابتلشي بيفوت بالفاوندر سندروم يعني بيصير هو رهن رهن مركزه ما بيعود يبتفلت منه وبيبعت ابنه بيدرسه بروح ابنه على هارفورد بيرجع اوتوماتيكلي صار بيزهنه انه ابنه الوريس وازا عنده سبع ولاد صاروا سبع ولاد ورثة يعني عنده هالمدير اللي عم بيحارب كل نهارة دايما يوصال دورة بتكون يعني مثل عنا الطائفية يعني بيكون واحد لاتين يمكن كويس طي يصير يوما ما فوق بيقلك بيحسبهم بده شي 367 سنة تا يجي دوره بيقلك كيف بدي اوصال هوني نفس الشي فالوراسة نحنا فعليا غير موجودة بالشركة وحتى قانونيا يعني انا بنتي ما بتورت من المصلحة انا بنتي بتورت اللي بيورت المصلحة هو اللي بيستهلها واللي بيشتغل فيها ومنا تيوريها دي منا احنا مطبقينا ما عنا وراسة ابدا ممنوعة الوراسة يعني هذا بيبعت ابنه وبيجي ابنه بحط صيجار وبحط لضيعته نظريات هايدي ممنوعة فوراسة ممنوعة اذا سئب انه الولد بيستهلها بدي يشتغل مثل الشاطير وبيستهلها صحتنا على هذا بس مع كل المجموعة بالمجموعة تبعيتنا مع كل الشركة كل واحد موجود بيشتغل تعقيبا كيفية ننشر ثقافة احترام الإنسان بعمله كأساس من كل نجاح اقتصادي أول شي بك تعطيهم سلف استيم نحنا للأسف منططنا أم الحضارات وأم الدينات وأم لدول والإمج تبعيتها بأوطى من هيك صعبة تكون فأول شغلي بدك تعطيه للعربي سلف استيم إنه بدل ما يستحي يكون فخور ومن هون ورايح من السلف استيم كله هاية بصير تتعلم بتصير ما بدك تكد إمبلي تتكون موجود والكاميرات تجعلات لا بتصير بدك تباطح بدك تشارك وتكون أحسن تلكاميرات تجعلات لأنه الإمبلي لقله طريق أسهل طريق بالزمان هاية النكتي موجودة في شخص نعرفه هون وقتل TWA لما بنسكرها TWA خطفون أو شيء ذكرناها هون بلبنان حولوا على صاروا يفاوضوا في واحد ما ضعر من هالشبيبة هون مبسوط بحاله لأنه كان في مغتوب هاد قال عم فاوض ريجن قال هو عم بفاوض ريجن ومبسوط فالشورت كات للأسف ثلو إرهاب عم بتفرجيهم الفرص على طبق من فضة بينما هديك عم بيشوف الطريق طويلة فبتدلش بالسلف استيم باطل ما يعطيه سلف استيم وبتدلوا على الطريق من هون ولايح بيصير بتأوي المرأة قبل ما نبلش لازم نحط المرأة لازم نحط المرأة العربية المرأة موضوع ما حكي عنه بالقسم الثالث من لقائنا فادي نحاس بنتوقف مع الأعلان ونرجع منتابع حديثنا أصدقائي المشاهدين استراحة تانية مع الأعلان ونقود من بعدها لنتابع حوارنا مع ضيفنا الليلة فادي نحاس خليكن معنا حماس نشاط نبرة عالية هكذا تتسم شخصية ضيف هذه الليلة فادي نحاس فادي نحاس إلك رأي خاص بما يعرف اليوم بحوار الثقافات وعلمات الاختلاف الذي هو منبع الغنى كيف تنظر اليوم إلى العالم يسعى من جهة إلى التقارب والتجانس ويتصارع من جهة أخرى بسبب هذه الاختلافات هالمسافات بين الحضارات والطوايف والثقافات ما بحياتها كانت بعيدة عن بعضها أكثر من هاليام ما بعرف جدودنا يمكن عيام جدودنا كأنه ما كان فيه جلوبال تيفي كانوا يعرفوا بالضايع شو عم بصير بس نحنا اليوم بواسطة هالجلوبال ميديا عم نعرف شو عم بصير بهالضايع الكبيرة وأنا أرفض إذا كان عن يحيط الحي النادي ضايع البلد أو الكون أرفض إنه كون سبيكتاتور بسيف يعني مشاهد غير معني غير معني أو لا مبالي بها الحياة ما فيه تتفرج حادث حدا عم بيموت حدا بده مساعدة هيك ضلك ماشي وتكمل حياتك تروح على صارتك فمن هون رأيه بنا نشوف نحنا كل واحد مننا شو عم بيعمل ده بكير حلو ما عجبني الوضع شو عم نعمل فاليوم أنا رأي مشكلة المشكلة الأساسية هي عدم معرفة الآخر يعني اسم كتير من العالم ما بتعرف غيرها فكيف بدك تعرف شو بده منك وشو واجعه إذا ما بتعرفه كيف فيك تفهم كيف عايشين بصبر أو شاتيلة إذا ما حياتك شفت ولد فلسطيني كيف فيك تفهم حتى أشويدز شو معنيت إذا ما حياتك شفت ولد يهودي شو تعذب أو شي كيف فيك تقول لأ تركيا ما بتفوت على أوروبا لأنه بلد إسلامي إذا ما حياتك زرت تركيا أو شو تعرفت على واحد تركيا فالنعمل من العالم هي ميت يعني تعرف بس تتعرف تعرف غيرك شو بده فأي عمل بصب بخانة تعرف هو ولكم هلأ على الكونكريتلي طبيقيا شو هي عزوم صديق لألك بالمدرسة أمريكاني يمضي جمعة هون هايلي بتصب بها الخانة عرف عن بلدك بواسطة الميديا برا هيدا عمل تطبيقي فعال اللي عملناه من عملية سكولرشيب تسميت باسمي يعني مش إنه منحة دراسية منحة دراسية اسمها فانحة سكولرشيب فور انتر كالكشورل سيودنس يعني إجمالا طريق التلميذ معروفة بخلص مدرسة بروح على الجامعة بخلص جامعة وكل أهله بيحلموا إنه يروح على برنستن ييل طافت أو بولي تكنيك أو أشقرسي أو بوكوني بميلانو وغيره فهيدا في منهم كتير هالمنحة هي للتلميذ المحتاجين البارعين بهالقصمة من العالم اللي حابين يروحوا يدرسوا مش بهارفرد ويالو وأشقرسي اللي حابين يروحوا يدرسوا بكولومبيا وبالإكوادور وباقي أمريكا والعكس بالعكس هتلميذ الناجحين بكولومبيا والإكوادور وباناما ونيو مكسيكو ومحتاجين يجوا يدرسوا بمدارس بيروت والجامعة الأمريكينية ومدارس تركية وعمان وصورية لأنه بس تخليون يشوفوا بعضهم ويتعرفوا على سقفتك كتير من مشاكلنا تنحل تنحل فما يعني هي مشاكل بس أنه هي بداية هي أنا كل شي بيصب بخانة تعرف على الآخر اكتشفها الآخر نعم اكتشف الآخر تبادي أنا حاسة شو يمت هذه المنحة يمتها حسب شو في معنى ركاب هلا نحنا منبلش بإمكانياتنا المحدودة والمتوضعة منحط فيها بس أكيد منتكلين على الأصدقاء وهذه كلها بوقت معين بيتلفنوا بيسألوا من جاوي بنقولهم كيف يشاركوا كل ما عنا عالم تشارك وبتحس بهال المشكلة كل ما عدد التلميذي بيكبر وكل ما منصيب مشاهدين وأوديونس وبلاد وسقفات فادي أنا حاس إذن شعارك هو اكتشف الآخر نعم أو تعرف إلى الآخر أنت لم تكتفي فقط بمد جسور بين الحضارات والثقافات والجنسيات والعروق المختلفة بل تعدى ذلك إلى مد جسور بين الخلوب أنت ستمرد بالإنسان والإنسان مهم كثير بالنسبة لك منشوف سوا هذا الرابورتاج منعلق عليه بعد ما نشوفه سواه ترجمة نانسي قنقر 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 حبيت قصته وفتحت اتصال معه وعطول بعرف اخباره وبيعرف اخباري من تابعه بتابعه هو مني هيرو فانا بتشكره لناقل انه انه خليني اتعرف عليه وانا كتير فخور انه اتعرفت على ناقل والله يتعرفنا علينا احنا هو اصبح ايضا البطل بالنسبة للناقل تحييتنا لقلو فهدي نحاس قوة الفرد او power of one اللي انت حكيت عنا وبتحكي عنا وهي ايضا شعار اساسي بحياتك كل انسان في يخذ مبادرة كل انسان في يبدأ وانطلاقا من هذه البداية البقيين او البقية تتبع ما هي نسبة الرجال يلي بيامنوا بهالشعار ومن هم اصحاب المبادرة يلي انت عم تحكي عنا نسبة الرجال كمان بدى المحامي ومدقق المحاسب اتعرف اديش النسبة ترايتهم بس اجمالا اذا بدل عليهم بالصبيع معناتها منهم الاكترية اكبر اعمال صارت اكبر انجازات خاصة انسانية كانت باور اوف وان اليوم مثلا منتفرج على متسان سان فرنتيار منتفرج على الهومانيتير هالي باسيا بعد هالكارسي اللي صارت بس باور اوف وان كان في شخص اسمه بيرنار كوشنير بزمان راح يحط كيس الطحين ويصوروه وقدر يحط هالهومانيتير على الجلوبال ميديا هلا من هون راح بيرنار كوشتاسر قاعد بيريز قاعد لوحده بس العالم كله لحقت شارل دو جول كان قاعد بلندن قالوا شو هالاخوت وقدر شافوا انه الهيئة ماشي سوقه قال هتة نروح معه ونحرر وحرروا فرنس اصاروا ابطال مرة كنت كنت ماشي ببرسولونا معرق للسير شوفي مئة واحد مجمع عربي برامبلر ببرسولونا معرق للسير قلت له اذا بيتلاعب سيارتك بدلاش تدفوش اجابوا رأي مئة دفشوا فتح السير بتلاقي واحد عامل حادث مئة واحد عم يتفرجوا عليه عم بيشوفوا السكوب بيوقفوا بصفوا سياراتهم بس ما حدا بيشوف مين في واحد عم بيموت جوا واحد بينزل تيخليص اوتوماتيك اللي بيجي الاسعاف وبيجي البوليس دايما كل الاكشنز باور اف وان مش باور اف مليون بياخدها واحد والمليون بيلحقوا بعدين انا من المؤمنين فقط بالباور اف وان والبيئ بيلحق طب برأيك الليلة الناس اللي عم يتابعونا شو رح بيقولوا عنك امي بعرف شو رح تقول عني شو رح هتقول يقبرني حتى وقت اللي بغلي ما بعرف يعني بس هل رح يتبع عاك حدا هل رح عامل احسابات برا هل رح يتبع عاك حدا ما بعرف يتبع ناك هر تريع عضمري غلط انا هل ه告 ihm هل علي يحكي وقيнев افكر عاك صوت علي حدا اذا رح يتبع في مرة تلتة علي علين مش بنرجع منختم لقاءنا وحديثنا خليكوا معنا القسم الرابع والأخير من برنامج وراء الوجوه مع فادي نحاس لليلت فادي نحاس بعد كم يوم رح تنال جيزة الامتياز في القيادة لعام 2005 بمدينة واشنطن الأمريكية بالبداية هذا التكريس شو بيعني لك؟ أي تكريس قوله قيمة أو بيعني لك هو اللي ما بتفتش عليه وما بترفضه بس كمية ما بتظهره فهلا انت ظهرته فأنا اجمالا يعني حتى بعيد ميلاد ما بعمل ما بنفخ جاتو يعني بالزمج تعمل رياضة الميديليات تبعولي مسرقوا راحوا يعني ما بحييته بعينه مجلس إدارة انا اخر واحد بطلع بره بعينه جمعية كله بيتخانق مين الرئيس أنا بكون صرت بالبيت بس قلعت نعم تصفق مصفق نعم هون استعتقدت الستاتيوت على المصفق الرسمي فلاول مرة اتفجأت تلفنولي بعتولي ميلا تلفنولي من واشنطن تعجبت لا من تركيا لا من الكوكاز لا من لبنان بالعكس يعني كنا ندفع حق الاشياء اللي نعمل علي كل واحد بتسأل ليش عبا ما حدا بيعرف انه فيه تعمل اشياء لا لا ملازتك الشخصيه دايما ليش بك تعمل هون نزع السياسي بتعمل وزيب لانه هون مالرزما للأسف السيستان هيك مركب فايجى من واشنطن ابتتشين مبسطت انه ما اجى من محل عبشتغي فيه وطلعوا لي اشياء معمولة باميركا اللاتينية انا نسيها ومعرفها فمن ناحية يعني حدا فكر فيه بتكون عمكذب يعني اذا بتقول لا ما انبسطت لا كانت سعادة كبيرة مع انه قلت له نهايتكن شو ما فتشتم ما لقيتوا حدا يعني تحديثوا فينا بس لا يعني عطينا مثلا ديكسين عطيوها لجستافو سيسناروس عطينا يعني لقابل اشخاص عطيونا لا ايفون عبد الباق اللي هي لبنانية وكانت مرشحك رأس الجمهورية وزيرة التجارة اليوم الحالية بالاكوادور ف ليش ما بتقول لا فادي نحاس اليوم انت بتتمتع بالمال بالنفوذ باعتراف اجتماعي بعلاقات دولية مهمة اساسية بتتمتع بشغف بوطنك بعملك شغف بصداقتك وشغف بكل قضية بتحملها ان كانت قضية انسانية اجتماعية ام قضية اداء اقتصادية قلت اب شوي انه بعلمنا العربي وبلبنان بشكل خاص كلما انسان بيقوم بمبادرة بيقوم بعمل معين بيقدم على خطوة معينة في هنالك فكرة سائدة انه كل ما يقوم به هو الهدف سياسي سياسي تستهويك السياسي بها البلد فاذا حادا نحابر بحايف جارانتي لا انا مش مش انشي حتى لو واحد مجده قدم عجقت على هال 200 كم شط في محل يعني صار فيه لعيبة اكتر من مواطنين بس بالاخير يعني في سبق وفي تنافس وفي ماراتون وقدم في ناس بيتسابقوا اللي بيوصلوا قليل هلأ كيف بيوصلوا؟ هون السؤال بس اليوم في جيل جديد فادي بالاخير وهذا الجيل الجديد يعني مفروض نضوي عليه مفروض نسمح للناس نتعرفوا عليه ومفروض ان احنا انا عم بحي كميديا كعالميين نخلق نخلق وجوه بارزة فيها تكون هي مودال يعني فيها تكون رائدة او تلعب دور ريادة ويكونوا قادة بالمستقبل ونحنا اليوم عم نحاول بهذا البرنامج انه من وقت للتاني نتعرف على وجوه لبنانية او عربية ناجحة بالخارج حتى نقدمها لهذا الجمهور لانه منوع اليوم نكون في عملية تسطيح للناس وتكون كل العقول نائمة وغافية ومواعية انه في ناس نجحت وفي اشخاص قبلهم سبقون ونجحوا وفينا اولا الاشخاص يمسكوا زمام الامور ويقودوا البلدان والشعوب فادي هناك بعض النقاط او بعض الكلمات بحب استعيدة معك وبحب اسمع تعليقاتك على كل كلمة من هذه الكلمات بالبداية الاكوادور بلد التاني يعني قاعد انا والاكوادور علاقة فوق العشرين سنة بكل شي علاقة لانه بيخد الموز من الاكوادور والاكوادور المنتج الاول للموز بالعالم فمن ناحية الاكوادور بطلع منه مصرياتي ومن ناحية عندي علام على الكوادور اللي بصرف فيها هاللي هي عنا علاقة مع البلد مع اصديقان مع اللبنانيين موجودين هونيك في عندي صديقة مثل اخت لالي يعني ايفون عبد الباقي بعرفها من عشرين سنة هاللي اليوم وزيرة التجارة هي وكانت ومرشحها بعدها على اصل الجمهورية صديقنا جميل معوض يعني كان من لاشاق صار رئيس بلدية كيتو ومن سما صار رئيس جمهورية نجاح واول شغل كيف فينا هالعلاقة نعملها رسميا هوني ايفون وجميل بينو مني تركي ومني اكوادوري عملو اعينو سوبر كونسوليت بالمنطقة مسالية انصلية فعلية تسطر بتعمل فيزايات وباسبورات وغيره فهيدي علاقتي بالاكوادور بالقلب بالجالاباجوس انا عضو بجمعية جالاباجوس فاونديشن يعني فينا فينا نحكى على الاكوادور هي بده بده ملف وبده حلقة لوحدة عن الاكوادور يعني والعلاقة تلاتيل امريكا لبنان لبنان سبق وقبل اسألت سياسي وغيره بفتكر منها عملو فيك تحريك كتير امور مثلا انا واصدقاء لقلي وهبه تماري وعباس ياغي اللي كنا عملوه كلنا على مستوى فردي من مساعدات وغيره انه ليش ما منها عملو تحت شمسية فونديشن خلقنا اكت فور لبنان واسمه فيه مش هين ما يتحرف الاسم لا شمالا ولا جري اكت فور لبنان وهلي اكت فور لبنان اول شغلة سابور تالنتس يعني مساعدة اي تلات لبناني هاللي ممكن يكون سفير بلا حقيبة مش هين ما يخافوا السفر على وظائفهم سفير بلا حقيبة للبنان برا منه النائل منه مكسيم شاعي منه رندشه هلو مين ما كان امين معلوف يونيت بعدين مساعدة المهرجانات والعبط هاللي بيجمعو الطوايف بيحطو لبنان علي الخارطة العولمة هاللي مثل مهرجان تعالبك بيروت ماراتون هاللي بيجمع 18 طايفي بيردو تحت اسم الحب والرياضة ومحدة بيسألتن اذا من الهرميل او من جوني او من الاجرى في اياه وهيدي إذا منتخابها 364 يوم بالقليل لنهار المراتون ما حدا بيسأل تانية على هالموضوع بعدين مساعدة الطلاب ووقف نزيف الأدمغة لبرا إذا منقدر نلبي نعمل بجتس نخلي هالطلاب عنا يعملوا ريسورش and ديفلوبمنت ما يفلوا وأهم شيء الثقافي والدراسي بالمناطق الغير مصنفة درجة أولى هايدي ضرورية مش بالمناطق المصنفة الايوب مننا عايزتنا واليو اسجي مننا عايزتنا باقي المناطق عايزتنا وأهم شيء هي دعم أي مرأة ناشحة بلبنان لأنه أنا بؤمن بقوة مرأة عامة للنسوين 51% احتصى 40% نحنا فشلنا هني مفروض ينعطالهم فرصة اثنين إذا بدك توعي المرأة العربية ما فيك تبلش إلا ما تبلش من لبنان ونحنا عندنا بعدين المرأة بتعطيك وجه حضاري ما بتعطيك بس عنوان قتل والتقرهاب وهذا فحان الوقت إنه المرأة اللبنانية والمرأة العربية يطلعوا على الشاشات يفرجوا معنا من مواهب لأنه بغيروا الإمج وآخر شي كيف رح تتمول هال هال أكيد نحنا طول عمرنا عم نعملها بقدر الإمكان بإمكانياتنا الخاصة بس هي إذا فينا نجمع هالدياسبورا برا وهالدياسبورا كل واحد يدفع مئة دولار بالسنة اللي هي غدا أو عضو نادي الجولف أو غيره لبلد اسمه لبنان لأنه الدياسبورا عشرة مليون عشرة مليون بمئة دولار بيعمل مليار بمليار دولار فينا كتير بسنوي فينا كتير نعمل إشياء بلبنان فالتارجت الأساسي هو أكت فور ليبانون الدياسبورا مئة دولار عالشخص ما بدنا مليون لأنه لو بدو يدفع مليون بدو يصير يتعين ووظيفة ويتوزر ويتنوب هيدا ما انه مطلوب مطلوب وحد بيدفع مية بدنا عشرة مليون يدفع مية مش وحد يدفع مليار فانينا حاس أنا بتشكرك على المشاركة بها الحلقة تمنى كنت قدرت لجمت أفكارك بها الحلقة وبها الستين دقيقة من حلقتنا واتيرتها كانت مرتفعة والنبرة كانت عالية وحكيت بسرعة وأحلامك كتير كبيرة بتأمل تكون هذه التموجات الإيجابية رح تهز ضمائر الناس يلي اتبعونا الليلة وشاهدوا هذه الحلقة وبتأمل أيضا أنه أحلامك الكبيرة ومثل ما قلت بالمقدمة المجنونة تقدر تغزي قضايا الناس وقضايا الإنسان أينما كان في هذا العالم فدينا حاس مبروك سلفا مرة تانية الجايزة يلي حتناها بعد كم يوم تلت بواشنطن ويلي هي جايزة الامتياز في القيادة لعام 2005 بتأمل تلتقي قريبا أصدقائي المشاهدين شكرا لوفائكم البرنامج بتأمل تكونوا استمتعتوا بها الحلقة يلي كانت مختلفة مضمونا وظاهرا نلتقي بالأسبوع المقبل دائما بنفس الوقت وحتى نلتقي لكم مني أطيب على الأمنيات والتحيات تصبحوا على خير موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة